طيب خانيا نروح دلوقتي محددكم لخبر آخر يعني خبر مختلف شوية في دار مزادات فرنسية قالت انه قالت كمان ممكن يوصل سعرها لعشرة مليون يورو يعني حوالي عشرة مليون وستمائة ألف دولار ده عن طرحها البيع في المزاد الشهر اللي جايه ده رقم كبير جدا طبعا بس الآلة بقى ليه سعرها ده الآلة بيرجع عمرها إلى تقريبا يعني ما يقرب من ثلاث قرون وبتعود بالتحديد لعام 1736 آلة الكمان تلك قد تجلب ما يصل إلى عشرة مليون يورو أي ما يعادل عشرة مليون وستمائة ألف دولار عند طرحها للبيع في مزاد في فرنسا الشهر المقبل السر وراء ذلك يعود إلى أنها من إبداع صانع الآلات الوترية الإيطالي الشهير جوزيب جوارديري كما أن عمرها يقترب من ثلاثة قرون إذ تعود بالتحديد لعام 1736 والآلة مملوكة الآن لعازف الكمان الفرنسي ذائع الصيت ريجيس باسكيه والذي استخدمها في العديد من الحفلات في مختلف أنحاء العالم تقول صوفي بيرين من دار أغوت للمزادات إن هناك العديد من آلات الكمان لكن طرح هذا الكمان للبيع في مزاد أشبه ببيع لوحة لرامبراند أو حتى لليوناردو دابينشي والآلة هي واحدة من حوالي 150 آلة فقط صنعها جوارديري والذي اتسمت أعماله بالجودة العالية والعمر الطويل وقالت بيرين إن جوارديري صنعها في أوج مسيرته واشتراها باسكيه قبل ما يزيد على عشرين عاما واستخدمها لتقديم حفل موسيقي في اليوم التالي مباشرة دون التضرب عليها مضيفة أن بالنسبة له كانت الآلة في حالة مثالية وسيتم طرح الكمان في المزاد في الثالث من يونيو حزيران ويقدر سعرها الأساسي ما بين 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف المليون يورو لكن بيرين تقول إن السعر قد يصل إلى عشرة ملايين ترجمة نانسي قنقر